ولمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة من معرض أهلا رمضان بمدينة نصرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية ضعنا في أجواء المعرض لديك وإقبال المواطنين عليه اليوم تحياتي لك ولكل متابعين من أمام أحد المنافذ القصة بمبادرة المواطن أولا بمحافظة القاهرة ضمن الخطة والمجهودات الكبيرة والمبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان المبارك وأيضا تم توفر عدد من المعارض بمحافظة الجيزة وبدأ إقبال المواطنين على هذه المنافذ والمعرض لشراء السلع الاستهلاكية والأساسية وإحتياجات ومسلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلتها في الأسواق الخارجية أيضا مع وضع عدد من الضوابط بهذه المنافذ والمعارض منها وضع الأسعار على لفتات على المنتجات وأيضا هناك عدد من الرقابة الكبيرة والحملات الرقابية على هذه المنافذ لمنع احتكار التجار للسلع الأساسية والاستهلاكية وأيضا تأكد منها توافرها في عدد من الأسواق والمعارض والمنافذ والتي أيضا يمكن يتم توزيحها على عدد من المحافظات بإقامة خمسة معارض بعدد كبير من المنافذ في كل محافظة وقرية ونجوع عودة لكم الرؤية نعم رمي يعني ماذا عن الإقبال اليوم يختلف عن الأيام السابقة؟ نعم يتفاوت الإقبال فيما يخص الجمهور مع الساعة العاشرة صباحا حيث تفتح هذه المنافذ والمعارض أبوابها لاستقبال الجمهور وأيضا يكون هناك في عدد من التوابير وأيضا التنظيم الجيد لحضور واستقبال الجمهور حتى الساعة التساعة مساء في عدد من المعارض باختلاف الأماكن والمواقع وأيضا وجود عدد من المساحات الأخرى الخاصة بالسيارات وأيضا المواقع التي يتواجد بها سيارات المواطنين للشراء ثم العودة لها مرة أخرى وأيضا استقبال العديد من المواد الجديدة عندما تنفذ السلع الاستلاكية بالمعارض والمنافذ عودة لها أشكرك شكرا جزيلا مرسل التلفزيون المصير من محمد ترجمة نانسي قنقر